موسيقى موسيقى اللهم الصلاة والسلام محمد احبابنا الاكارم وصلنا عند هذا السؤال طيب تعالوا نشوف بحكي لي يمارس يوسف حيا الله سهلا عراصنا عم يوسف هواية ركوب الدراجات طيب وفي احد الايام انطلق على دراجته من البيت عند النقطة ا ا يعني بيته هون من البيت عند النقطة ا هذا بيته هون ساكن ايه من البيت عند النقطة ا هو هون انطلق من البيت عند النقطة ا الى المدرسة عند النقطة ب هون المدرسة هاي المدرسة عند النقطة ب هاي المدرسة. المدرسة عند النقطة ب. مرم بالنقطة اي. وين النقطة اي. هاي هالنقطة اي. يعني هو اجا من هون هيك. مش هيك. راح عند النقطة اي اولا. وبعدين طلع على على المدرسة زمنته. شايفين. هاي المدرسة تبعته. طيب. يبقى اخد الطريق من هون لهون. وبعدين من هون لهون. مر يعني ايش. على واحد صاحبه ياخده معه في الطريق. مر يجيب شغلة. المهم. الواقع على حفة الطريق السريع كما في الشكل المزار. اذا كان الاقتران ال ال يمثل المسافة التي يقطعها يوسف من البيت الى المدرسة. فاكتب ال بدلالة اكس. يبقى ال بيسوي المسافة. طب معناته ال 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 هون في الحالة هاي. هقدر احكي له ان ال 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 بتساوي اكتب هون ماشي. ال ال هتساوي ال ال المسافة. من ا ال 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 ا زائد المسافة. من من ا ال 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 ب. adjustments لنا غلطان. مظبوطي يا استاذ. طيب. طب المسافة هاي. طبعا هذا المثلث. زي ما انتم شايفين. هذا مثلث قائم الزاوية. فالمسافة هاي. تحسبها عن طريق فيث غرص. لو سميتها مثلا هون سميها ام مثلا ها. ام. والمسافة هاي مثلا نسميها. ها. طيب. الان تشكل الوطر. طبعا الوطر تربيع. هنخط للجهة التانية جذر طبعا زي ما انتم عارفين. بيصير جذر. خمسة. الضلع الاول تربيع. يعني خمسة وعشرين. زائد الضلع التاني تربيع. اللي هو اكس تربيع. حطينه اكس تربيع هما في السؤال. فحطينا اكس تربيع. يبقى الوطر يفترض الوطر تربيع اللي هو الام هاد الوطر تربيع. سوى الضلع الاول تربيع خمسة تربيع خمسة وعشرين. والضلع هاده اكس اكس تربيع اللي هو اكس تربيع. وحطينا هون ايش? حطينا هون جذر. نقربها شوية عشان ما تدخلش على الجهة التانية عشان نشتغل على كمان. ازن الام هاته هون. هات الام هون شوية. عشان ما نسكرش على حالنا الدنيا. ازن الام هذا الطلع اللي هو ام. حكينا. هيساوي جذر. خمسة تربيع اللي هو خمسة وعشرين و اكس تربيع. ممكن نكتب اكس تربيع اولا. اكس تربيع زائد خمسة وعشرين. طب شو بالنسبة للكي? برضو نفس الكلام. هذا المثلث برضو قائم الزاوية زي ما انتم شايفين. معناته برضو كي هو الوطر. الكي هو الوطر يساوي جذر برضو. دايما نحط جذر. لان الوطر ما حطنا لهش تربيع. الضلع هذا تربيع سبعة تربيع تسعة واربعين. زائد الضلع التاني الضلع هذا. طبعا كل المسافة تسعة. وخدنا منها هون اكس. فالمسافة اللي بتضل اللي هي تصير تسعة ناقص اكس. يبقى هون تسعة ناقص ناقص اكس. اللي هي تعتبر من هون لهون. تسعة ناقص اكس اللي هي هاي. من هون لهون. لانه لما تجمعهم اكس زائد تسعة ناقص اكس اكس مع عكس يطلع عندك ايش? تسعة. او تسعة ناقص اكس بعطينا تسعة ناقص. اي شغلة سهلة. سهلة جدا. بناش نحكي فاكتير. يبقى هون هتصير تسعة ناقص اكس. وبرضو الكل ايش? الكل. الكل تربية. معناته الال المسافة من اي الى اي. اللي هي حكينا انه الال. هتساوي الام زائد. سمينا هديك ايش? سمينا هديك كي. فمعناته هيك الال. هتساوي. الام اللي هي جذر. اكس تربيع. زائد خمسة وعشرين. زائد الكي. اللي هي جذر. تسعة واربعين. زائد تسعة ناقص اكس. وهون برضو ايش? في. وهون في تربية. هاي ال. هو بيحكي لك. اذا كان الاقتران ال. يبقى ال لا يتمثل الاقتران. الاقتران ال. يمثل المسافة التي يقطعها يوسف من البيت. اكتب ال بدلالة اكس. هاي كتبت له ال بدلالة ايش? بدلالة اكس. هاي كتبنا ال بدلالة اكس. تمام؟ تعالي نشوف التاني. بيحكي لك. اثبت انه اذا كان دي ال على دي اكس يساوي صفر. طيب دي ال على دي اكس. يعني المشتقة تساوي صفر. فإنه صين الفا يساوي صين بيتا. طب بسيطة. المشتقة بدي اجيب لك المشتقة الان. بدي اشتق. طالما حكيت مشتقة. يعني الموضوع في في اشتقاق. ال ال هتصير ال ال فتحة. هتساوي. هات جذر مشتقة ما داخل الجذر. اللي هي هتصير اتنين اكس. على. لسه نصرتش. اتنين. مشتقة ما داخل الجذر. اتنين اكس. على اتنين في الجذر. نفسه. اكس تربيع. زائد. خمسة وعشرين. زائد. ها. مشتقة ما داخل الجذر برضو. اللي هي. هذا القوس اللي هنشتقه. لان ال تسعة واربعين صفر. هتصير اتنين. في تسعة. ناقص اكس. قوة واحد. مشتقة ما داخل القوس. سالب واحد. هنحط السالب واحد. على اتنين في الجذر نفسه. اللي هو تسعة واربعين. زائد. تسعة. ناقص اكس. الكل. تربيع. طبعا احنا ممكن نشيل. اللي اتنين هاي. مع هاي. واللي اتنين هاي. مع الاتنين هاي. الآن هو بيحكي لك في السؤال. إذا كانت إيش. الدي اقل على دي اكس يساوي صفر. الدي اقل على دي اكس. اللي هو اللي فتحة. يعني طبعا. الال فتحة اللي هي يا جماعة دي. الالفتحة اللي هي دي اقل. Здесь دي ال. على دي. على دي أكس. دي تساوي صفر. يعني هذا الجواب سويه بصفر. طيب. لما ساوي هذا الجواب هيك بصفر. هذا الجزء سالب هذا الجزء إيش؟ سالب إذن هنأخذه وننقله الجهة التانية يصير موجب معناته هيضل عندي هون X على جذر X تربيع زائد 25 هيساوي لأنه قالنا هذا السالب بصير هون 9 ناقص X على جذر 49 زائد 9 ناقص X الكل الكل إيش؟ الكل تربيع تمام؟ تمام أستاذ حد الآن أمور تمام X على هاد يسوي 9 ناقص X على هاد شو بدك أنت في السؤال؟ بيحكي لي فإن أثبتاً إذا كان فإن فإن صين ألفا يساوي يساوي صين بيتا طبعاً كلمة فإن يعني أثبت ماشي؟ فإن يعني أثبت ومن هون إذا كان أثبت أنه صين ألفا يساوي صين بيتا طيب وين صين ألفا أصلاً؟ الصين ألفا يا سيد العزيز حسب الرسمة اللي عندي هاي الألفا الصين المقابل X على وطر على M المقابل على الوطر الصين ألفا المقابل X على M يبقى صين ألفا اللي هي X X على M المفروض إنها تطلع صين بيتا البيتا المقابل 9 ناقص X 9 ناقص X المقابل على الوطر اللي هو K طيب هذا طلع معنا فعلاً صح أو لا؟ لأنه هاي المفروض X هاي X جذر X تربيع زائد 25 هاي X على مين؟ جذر اللي هي M هاي صح؟ مش الـM بتسوي هذا الجذر؟ آه هسه جبناها يا جماعة الـM جذر X تربيع زائد 25 هيا الـM جذر X تربيع زائد 25 طب والـK الجذر الثاني هذا الـK آه مظبوط الجذر الثاني هاد يبقى هون بيساوي 9 ناقص X وهذا الجذر الثاني ما هو نفسه إيش؟ هو نفسه الـK فهاي صارت هاي X على M اللي هي تعتبر صين صين ألفا بتساوي 9 ناقص X على K هي نفسها صين صين إيش؟ صين البيتا وهذا هو المطلوب يبقى فعلاً صين ألفا يساوي صين صين بيتا ماشي يا جماعة تمام هيك يبقى صين ألفا يساوي صين بيتا وهو وهو المطلوب يبقى هذا الجذر هو نفسه M وهذا الجذر هو نفسه إيش؟ هو نفسه K و X على M كلاتها هي نفسها صين ألفا و 9 ناقص X على K هي كلاتها من صين بيتا يبقى هاي هاي ليه صين ألفا لاحظ صين لو طلعنا فوق لو جينا هون الألفا هيها صين لاحظوا إنه صين صين ألفا بيساوي المقابل X على الوطر X على M هاي صين ألفا طيب وبالنسبة للبيتا صين بيتا صين بيتا شو بتساوي؟ هتساوي المقابل 9 ناقص X 9 ناقص X على مين؟ على الوطر على K مزبوط هيك ماشي يا جماعة الخير خلاص صين ألفا و صين بيتا بيتا، 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 هاي هاي سيدي، البيتا، هوا مظبوطة ايه؟ مظبوطة، مظبوطة. هاي المطلوب الأولان، خلصنا من المطلوب الأولان. طيب، يبقى أثبت أنه؟ أثبتنا له أنه، ماشي. هي صين ألفة X على M وتسعة ناقص X على K هي اللي طلعت هي اللي طلعت X على M وتسعة ناقص X ايهش على K. ليش هي مش شبهها هيك معمولة هيك؟ أيوة، أيوة هيك. ماشي، وهذا صين ألفا، وهذا إيش؟ صين صين بيتا. شو بدك كمان؟ بحكي لي جد قيمة إكس التي تجعل المسافة التي يقطعها يوسف أقل ما يمكن. أقل ما يمكن يا سيد العزيز، هاي معناته أساسية. أقل ما يمكن علاقة أساسية. شو هي؟ المسافة التي يقطعها يوسف أقل ما يمكن. وين هي المسافة التي يقطعها يوسف؟ المسافة التي يقطعها يوسف؟ شوف يا سيد العزيز، أيوة. المسافة التي يقطعها يوسف هي إلي؟ إلي هاي، إلي هي المسافة، هي نفسها المسافة. طيب، عندنا المسافة، هاي العلاقة الأساسية مكتوبة. واشتقناه، وسويناها بصفر. لما سويناها بصفر، يا سيد العزيز طلع عندي صين ألفا يساوي صين بيتا. هذا آخر إيش توصلنا إليه؟ إن صين ألفا يساوي صين صين بيتا طيب الصين اللي هو الصين اللي هو المقابل على الوطر يا حبيبي فيها جذر فيها جذر طب أستاذ ما فيش مجال ناخد المقابل شوفوا هيك يا جماعة الفكرة هاي فيش مجال ناخد المقابل اللي هو إكس مع الخمسة ومن هون ناخد تسعة ناقص إكس مع السبعة آه فيه مجال عادي كيف يعني فيه مجال يا أستاذ ما أنت بتحكي الصين أنت خدت أسا المقابل مع المجاور هيك بيصير تان ما هو إذا كانت الصين بتساوي الصين طبعا ألفا وبيتا زوايا حادة يعني فيش شغل كله موجب يعني كله إيش موجب إذا كانت إذا كان آه صين ألفا يساوي صين بيتا فإن تان ألفا يساوي تان تان بيتا و صين ألفا يساوي بيتا فإن بلاش تكتب له عي فإن هسا ألفا وبيتا زوايا حادة طبعا و ألفا و بيتا زوايا 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 حادة لأنها في مثلث والمثلث في زوايا قائمة فلازم هدول يكونوا حادتين إذا كان صين ألفا يساوي صين بيتا و ألفا و بيتا زوايا حادة فإن التان يساوي التان طب إنت ليش خدت التان ما تشتغل على الصين والله الصين يعمل لي مشاكل صراحة الصين هاقعد أقسم إكس على الجذر وهون تسعة نقص إكس على الجذر هذا اللي بيخوف لا ما لها إكس على الخمسة وتسعة نقص إكس على سبعة أحلى أيوة يبقى أنا أشتغل على التان أحسن لي من أحسن لي من الصين فالتان حكينا إكس على خمسة هتساوي التان تسعة ناقص إكس على إيش على سبعة حسب السؤال إكس على خمسة هيا شوفوها إكس على خمسة المقابل على المجاور يساوي 9 نقص X على 7 تعال نكمل الآن هيك لا الأمور هيك أسهل بكتير أضرب ضرب تبادلي 7 في X 7 X تساوي 5 بتسعة 45 نقص 5 X نقل لي سالب 5 X هناك هتصير 12 X بتساوي 5 45 معناها يا سيد العزيز X تساوي 45 على إيش على عطناش فيها اختصار آه عتلات ممكن تطلع 15 عتلات هون 15 وهي عتلاتة فيها إيش فيها 4 X بتساوي 15 على 15 على 4 طيب أستاذ خلينا نعمل خطوة التأكد خطوة التأكد ماش يا سيد خطوة التأكد الـ X طبعا تنحصر بين صفر إلى 9 لأن المسافة كلياتها 9 المسافة كلياتها 9 طلعت X عندي 15 على 15 على 4 وبدنا نحدد إشارة الـ L فتحة هون الـ L وين الـ L فتحة؟ الـ L فتحة هايها طيب الـ L فتحة هايها ماش يا سيد العزيز عوض قيم خد X ما كان عندي X هون على الطرف صفر لو خدت X صفر هاي هتروح هاي هتصير سالب 9 واللي تحت موجة بفوق سالب وتحت موجة بسالب وموجة بتطلع الإشارة سالب يبقى الجهة هاي الإشارة سالب لما تعوض صفر هتطلع الإشارة سالب ولو عوضت 9 اللي هي على الجهة الثانية هتطلع الإشارة إيش؟ الإشارة موجة بليش؟ لو عوضنا 9 يستاذها تطلع موجة عوضت 9 هتصير هون 9 نقص 9 صفر هذا كله صفر وهون هيطلع موجة هون 9 موجة بوللي تحت موجة بفوق موجة وتحت موجة بتطلع الإشارة كلاتها إيش؟ كلاتها موجة إذن السؤال بيحكي لك شو؟ جت قيمة إكس المطلوب عنده قيمة إكس. الحمد لله جبناها. قيمة إكس طلعت. جت قيمة إكس اللي تجعل مسافة التي قطعها يوسف أقل ما يمكن. فبتكتب له هون الآن الكلام اللي احنا بنكتبه اللي هو قيمة. تنساش. قيمة صغرى مطلقة عندما إكس تساوي خمستاش على أربعة. يعني المسافة التي قطعها المحترم يوسف تكون أقل ما يمكن عندما إكس تساوي خمستاش. خمستاش على إيش؟ على أربعة. وطبعاً أنا حددت إكس من صفر لأنها مسافة إلى تسعة لأنه الإكس أصلاً محصورة في المنطقة هاي. المنطقة كلاتها تسعة والإكس جاعدة بتتحرك بينهم. إكس أقل إيش إلى صفر لأنها مسافة. وأكبر إيش إن هي ممكن تصير إيش؟ ممكن تصير تسعة. تمام؟ خلاص. يبقى هون ارجعتان إلى الموضوع. القصة في المسافة. المسافة المسافة من هون لهون زائد المسافة من هون لهون. استخدمنا هون في ثغورس في ثغورس. م يبقى الام طبقت عليها في ثغورس. والك برضو طبقت عليها برضو في ثغورس. هاي اللي بتساوي الكلام هون. وما أحكيه للمشتقة بتساوي صفر. سويت المشتقة بصفر بناء على كلامه. نجلت هاي لأنها سالبة. نجلتها كلها صارت موجبة. لاحظت أن هذا إكس اللي تحت هذا إم. وهذا تسعة نقص إكس اللي تحت كي. وإكس على إم هي نفسها صين ألفا. وتسعة نقص إكس على كي اللي هي نفسها صين بيتا. أثبت له المطلوب الأولان. نحكي لي جيت قيمة إكس اللي تجعل مسافة أقل ما يمكن. هنستخدم المسافة. المسافة موجودة ومشتقينها ومسوينها بصفر. طلعت صين ألفا يسوي صين بيتا. حكيت أنا الصين بتدخلني في مشاكل كثيرة وجذور كبيرة. فاستبدلت الصين بالتان. ليش؟ الصين بتساوي الصين. معناته التان بتساوي التان. فاشتغلت على التان أرقامها كويسة ومريحة وحلوة. طلعت معي الإكس بتساوي هذا الكلام. هي إكس وهيتأكد وكتبت له قيمة صغرى والكلام اللي انتو عارفينه. سؤال جميل وظريف ولطيف. ما فيش فيه أرقام غريبة. أرقام لا أفكار. ما فيش فيه أفكار غريبة. كله بنشغل على فيثاغورس. شغلة سهلة بس بدها تركيز صح. شغلة سهلة بس بدها تركيز صح. بس النقطة هاي استاذ تحويل الصين للتان ما بتخطرش عبال حدا. صراحة ما بتخطرش عبال حدا. فيعني هيا. ماشي. معلش. شفت أنا الصين هتدخلني في مشاكل. لو حدا حاول يشتغل على الصين هيلاقي الأمور صارت هيك فيها كلكة عشوية. لا. انتقلت للتان واشتغلت. فممكن أبدل من الصين للتان للقصين إذا كانت الزوايا حادة. والزوايا اللي عندي فعلا زوايا حادة لأن الألفة والبيتا في مثلث والمثلث في زوايا قائمة بيضل للألفة والبيتا زوايا حادة. وكملت السؤال زي ما انتم شايفين. أسئلة دسمة بدها شغل. بدها تركيز. بدها مراجعة من وقت للتاني. بدها حصر أفكار تعرف كل سؤال وشو فكرته. وكل سؤال كأنه بيشكل دريس. دريس يعني تصغير درس. يعني كل سؤال بيشكله درس صغير لحاله. كل سؤال عبارة عن درس صغير لحاله. رب يوفقكم وسددكم خليكم معي نكمل باقي الأسئلة. اشتركوا في القناة